السلام عليكم إنشاء واجب في مايكروسوفت تيمز إن مايكروسوفت الفرق يتيح لك تبسيط إنشاء الواجبات في الفصول الدراسية بدورة حياة كاملة حيث يمكننا إنشاء وتعقب ومراجعة الواجبات وكل شيء يتم في مكان واحد الآن دعونا نركز على إنشاء واجب جديد ستجد علامة تبويب الواجبات في القناة العامة تحت الفصل الذي قمت بإنشاء الواجب من أجله حدد واجب جديد للبد لنبدأ بالأساسيات إن الواجب ينتمي افتراضياً إلى الفصل الذي أنت فيه الآن ولكن إذا كنت تريد تعيين هذا الواجب لفصول أخرى في نفس الوقت اخترهم من القائمة المنسدلة وإذا كنت تحتاج إلى تعيين الواجب لأفراد أو مجموعات أصغر من الطلاب في هذا الفصل اختر أسماءهم من القائمة الخاصة بك هذا الجزء اختر تاريخ الاستحقاق والوقت لتسليم الواجب إذا أردت إضافة المزيد من التفاصيل إلى واجبك مثل الإرشادات فيمكن ذلك بسهولة إذا أردت إضافة أي من المواد المرجعية التي قد يحتاجها طلابك لإنهاء واجبهم حدد إرفاق المواد المرجعية هنا يمكنك تحميل ملف أو نشرة من وان درايف الشخصي أو من جهازك أو اضغط رابطاً وحدد إرفاق يتيح مايكروسوفت تيمز لطلابك العمل على الملفات التي تقوم بتعيينها دون مغادرة التطبيق وبإمكانك إضافة العلامة المستحقة أو السماح للطلاب لتسليم هذا الواجب بعد تاريخ الاستحقاق ولا تقلق فيمكنك ذلك بسهولة أما إذا كنت بحاجة إلى التعديل على الإختبارات فيمكنك العودة وحفظ الواجب كمسودة أو حتى تجاهلها لإرسال هذا الواجب في وقت لاحق التنقل بين المهام التي قمت بإنشائها عند إنشاء مهمة جديدة ستحصل أنت وطلابك على إشعار واجب جديد سوف يظهر واجبك الجديد في المحادثة وسوف يرى جميع الطلاب هذا أيضاً وبالتالي نعطي لكل طالب فرصة للانخراط في المناقشات حول الواجب أين يمكنني مشاهدة الواجب الخاص بي؟ يمكنك تصفح المهام التي قمت بها في مكانين تصفح الواجبات المحددة لفصل واحد في القناة العامة أو التصفح عبر القائمة لعرض تواريخ الاستحقاق القادمة أو من شريط التطبيق لاحظ أن هذه القائمة تعرض الواجبات عبر جميع الفصول الدراسية الواجبات تسمح لك ولطلابك لتحقيق التوازن بين جميع الأجزاء من دورة حياة الواجب في الفصل الدراسي